الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الله أما بعد فنتابع درسنا في مختصر أحكام الحج والعمرة والزيارة وتكلمنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية بارك الله فيكم عن الإحرام وعن التهيئ للإحرام والآن نتكلم بإذن الله تعالى أن الإنسان لما يحرم نقول لما يحرم الإنسان فإنه سيحرم إما بحج أو عمر وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل بعض هذه الأمور So we talked in the previous class about entering into the state of إحرام and inshallah we will mention today that a person who enters into the state of إحرام then either he enters into the state of إحرام for حج or for عمر It is one of the two. Inshallah we will talk about the details فننتبه إلى أن الأنساك يعني من أراد الحج أولا من أراد العمرة فالأمر واضح ينوي أنه سيعتمر من أراد فقط العمرة يعني أتى إلى مكة في غير زمن الحج مثلا أو أتى حتى لو كان في زمن الحج وهو ينوي أن يعتمر ولا ينوي أن يحج أبدا ليس في قلبه نية الحج هذا ينوي أنه سيعتمر ويدخل إلى مكة ويعتمر ويخرج نعم سبقًا لذلك يجب أن أتكلم أن ذهبك أن الشخص تأتي إلى مكة كثيرا مع الأطمام grammar وليس سيعتمر بحج أولا أنه سيعتمر بحج مثل أنه سيعتمر بحجو في حج أو أقداع مكة أو أنه سيعتمر بحجو أنه سيعتمر وليس هناك تأتي إلى مكة إذا فاقم يعتمر بحجو في حجوية في حجوه and rather he enters for performing عمرة just عمرة then that is his intent it is clear he enters into the state of إحرام goes to مكة performs عمرة and leaves إن شاء الله we will talk about how عمرة is performed إن شاء الله سنذكر كيف تكون العمرة وما هي أعمال العمرة في دروس لاحقة فقط من نبين الآن نية الإنسان لما يدخل في الإحرام فهذا فقط ينوي أنه أحرم للعمرة وإن قال لبيك اللهم عمرة فلا بأس هذه التلبية وليست هذه ليست نية ليست نطقا بالنية وإنما هذا هو ذكر لله لبيك اللهم يعني تلبية لبيك يعني آتي يعني ألبي أمرك ويعني أجيب دعوتك فهذا معناه فهو ذكر لله وطاعة لله وليست نطقا بالنية فلا يقول نويت العمرة لا يجوز أن يقول هذا وإنما إذا أراد فلا هو أن يقول لبيك اللهم عمرة أو ينوي في قلبه أنه دخل في العمرة ويبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة فاو سنأتي إن شاء الله إلى صفتها وما يتعلق بها طيب So a person who wants to enter into the state of عمرة in this case if he does not say the intent one never speaks his intention the intention is in the heart however if he wants to he can say لبيك اللهم عمرة meaning I come to you in submission O Allah for the performing of عمرة and this is not speaking the niyyah but rather this is talbiya which is a remembrance of Allah saying that I come to you O Allah in submission and I answer your call O Allah in coming to perform عمرة فاذا فيما يتعلق بالتلبية or he doesn't say that but he can just in his heart he intends that he will perform عمرة and he just says he starts right away with saying لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك التلبية إن شاء الله we will come to it later أما من أراد أما من أراد الحج فله أن يختار واحدا من ثلاثة أنساك if a person intends to perform حج then he chooses one of three things ينبغي التنبه لهذا بارك الله فيكم one must pay attention to this فإما أن ينوي فقط أن يحج ولا ينوي أن يأتي لا ينوي أن يأتي بعمرة مع حجه هذا وهذا يسمى الإفراد يعني أفرد الحج أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي أعمال الحج يعني يأتي يحرم من الميقات أو إذا كان في مكة من أهل مكة يحرم من بيته أو إذا كان أقرب من الميقات كما ذكرنا ولا حجة لإعادة هذا إذا كان يسكن أو كان يعني في أقرب من الميقات فإنه يحرم من مكانه ويحرم وينوي أنه سيحج أنه ينوي أنه سيحج وأنه سيأتي بالحج هذه نيته ولا ويبقى على إحرامه فيحرم من ذلك المكان الذي هو فيه ويبقى محرم إلى أن ينتهي من أعمال الحج كلها ويبقى محرم إلى أعمال الحج بإذن الله حجة ويبقى محرم ولكن ولكن ينوي بحجه هذا أنه يأتي بحج وعمرة معنا يعني هي نفس الأعمال لن يأتي بأعمال عمرة منفصلة سيعمل نفس الأعمال نفس أعمال الحج فقط كأنه مفرد وهو النوع الذي ذكرناه ولكن في نيته أنه يجمع الحج والعمرة معنا هكذا نيته وهذا يجزل ولكن سنأتي بإذن الله أنه سيكون عليه نسك هذا سيكون عليه هدي هدي القرآن So the second type is for the person to perform قرآن meaning one merges حج and عمرة together and what he does is the same exact actions as the first one that we mentioned as the person who performs حج by itself however his intent is that he's performing both حج and عمرة at the same time same actions same exact actions but his intent is that he is performing حج and عمرة together however one additional thing that he has to do is that he has to slaughter he has to slaughter because that he is performing both حج and عمرة so he must slaughter and 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 we will see what is the best the best the best النوع الثالث النوع الثالث هو التمتع وهو أن يأتي أن يحرم بعمرة لما يمر بالميقات أو في المكان الذي سيحرم منه يحرم بعمرة فقط ثم يفعل أعمال العمرة ويتحلل يعني ينتهي ولا يعود محرما ويبقى متحللا إلى أن يبدأ بأعمال الحج فيحرم من جديد للحج ولا يخرج من مكة كما قلنا يحرم من مكانه ولكن يحرم بالحج وحده بعد أن يكون قد انتهى من أعمال العمرة فهذا التمتع يعني يتمتع بين العمرة والحج يتمتع يعني يتحلل من إحرامه وينتهي إحرامه ويبقى متمتعا يعني هو أن يفعل ما يشاء من الأمور التي كانت محضورة عليه بالإحرام ثم يحرم بالحج ويأتي بالحج لوحده so the third type is for the person to enter into the state of إحرام and this is it's called tamattu' it's called tamattu' a person enters into the state of إحرام with the intent of performing umrah that he wants to perform umrah and after he finishes his umrah after he finishes his umrah he comes out of the state of إحرام he completes his umrah he completes the actions of umrah and he comes out of the state of إحرام and he sits and waits and he can do whatever he wants that was prohibited upon him when in the state of إحرام so he does whatever he wears whatever he wants you know the the regular clothes and he uh everything that would have been prohibited upon him when in the state of إحرام becomes permissible until the time for حج comes which is usually the eighth of the hijjah of the month of the hijjah this is when he enters back into the state of إحرام with the intent of performing حج and he doesn't leave mecca he stays in mecca it's just he enters into the state of إحرام by making the intention that now he is entering into the state of إحرام to perform حج وأفضل الأنساك التمتع the best one of them is التمتع وهي التي ذكرناها في الأخير يعني أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحجل وحدي the best of them is تمتع which is as we mentioned before to perform عمرة then finish العمرة and then enter into the state of حج into the state of إحرام for حج and perform حج performing them kind of separately this is the best of them ولكن ينبغي أن تدرس الأحكام خصوصا المتعلقة بالقران وأن تفهم لأنه قد يضطر الإنسان للقران لأنه إذا أتى الإنسان متأخرا فلم يدرك فعل العمرة قبل الحج يعني وصل مثلا إلى مكة فاليوم الثامن أو في يوم عرفة فإنه يقرن يدخل العمرة على الحج أو إذا حاضت المرأة ولم تستطع أن تأتي بعمرة منفصلة يعني أحرمت وهذا خصوصا كان قديما أقصد الحالة الأولى الذي تأخر كان قديما طبما يأتي مثلا كانوا يأتون بالراحلة وكذا يعني على الدابة أكرمكم الله فيحرم الإنسان ويأتي فربما لا يصل إلى مكة إلا وقد صار يوم عرفة وهو محرم وكان قد أحرم بعمرة فإنه يدخل العمرة على الحج ويجعلها قرانا So back in the day when people used to ride camels and the likes when traveling to go perform حج they might enter into the state of إحرام in the miqat and then not reach Mecca until it is the time for حج So in that case the person merges his عمرة with his حج and he performs قرآن in that case and similarly if a woman المرأة إذا حاضت حاضت المرأة فإنها يعني حاضت مثلا قبل إحرامها أو أحرمت ثم حاضت فهذه لا تستطيع أن تأتي بأعمال العمرة كما سيأتي معنا وإنما تدخل إذا لم تطهر قبل الحج فإنها ستدخل عمرتها مع حجها وتقرن So if a woman she becomes in her state of menses if she has her menses she gets her period before entering into the state of إحرام or after entering into the state of إحرام and she did not finish her menses so she was not able to perform عمرة and the time for حج came then she merges her عمرة with her حج she merges them and she becomes قارنا she becomes performing both of them at the same time إن شاء الله نتكلم نقول نختم بهذا نختم بهذا أنه إذا إذا أحرم إذا كان سيفعل حجة وعمرة يعني إذا قرن أو تمتع فيكون عليه هدي يكون عليه هدي وهو أن يذبح وسنأت إن شاء الله إلى الهدي وأحكام الهدي ولكن يذبح للعمرة إلا إن كان يسكن بمكة من حاضرين مسجد الحرام So if a person performs حج وعمرة together either by way of قرآن merges both of them together or in the form of تمتع meaning he performs عمرة and then he finishes and then he performs حج and he is not a resident of مكة of المسجد الحرام then he must slaughter he must slaughter and we will come to the details of that نعم و على كل حال إذا أحرم بأحدي هذه الأنساك لبى عقب إحرامه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته إلا النساء ترفع صوتها إذا كانت مع محارمها أو مع نساء مثلها ولا ترفع صوتها إذا كانت في حضور الرجال الأجانب So if a person enters وإنما تقولها بصوت منخفض لا ترفع بها صوتها If a person enters into the state of a حرام for any of these three things then he immediately starts with تلبية saying لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك and he raises his voice with it and he repeats it often and as for the women they can raise their voices if she is with women or with her male relatives close relatives unmariable kins or her husband and she does not raise her voice with the talbiya in a place where the men can hear her men who are not her unmariable kin ونفتفي بعد المقدار وإن شاء الله في الدسل القادم نتكلم عن محظورات الإحرام إن شاء الله in the next class we will talk about the things that are prohibited when in the state of إحرام وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصحابه أجمعين وفي ن Belkal